تعلم الانجليزية مع بستر محمد سعر دي قناتي على اليوتيوب ياريت تشرفوني اسمع تعليقاتكم واي موضوع حضراتكم عاوزين يبقى موجود معانا نشرحه مع بعض انا مستعد لاي تعليقات واي استفسارات فيديو النهاردة هنكمل الفيديو السابق اللي ما حضرش الفيديو السابق ياريت يرجع معانا اتكلمنا عن ازاي نحل جزئيات مختلفة في امتحان اللغة الانجليزية للسنوائي العامة وكان فيديو دا سنتعلم ان احنا غلطينا جزئيات كتيرة من الجرامر النهاردة هنكمل برضو سؤال تشوز وحنعرف ازاي نحل سؤال تشوز بطريقة سهلة وبسيطة بس اهم حاجة لازم انت كطالب تشتغل يبقى عندك حصيلة لغوية دي كلها قارة شد ازاي بستخدم شد المصيحة وكل التعبيرات دي تعبيرات مساوية بشد لازم تذكرها وترجعها برضو عندك موجودة في المنهج ويارد كمان اسمع في تعبيراتكم ازاي ننفي تعبيرات دي بس تعملها في النفل ازاي بيجو وراها انفينت مصدر فعل يارد تراجع القارة دي كويس ويارد تعرف ازاي بنا فيها دي جزئية من جزئيات الجرامر عندك زي ما احنا قلنا الفيديو اللي فات كان فيديو داسم جدا وتنولنا جزئيات من الجرامر كتير وازاي نعرف نحلها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة تباً 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 ت يس اكسلانت يو اكسلانت رابو عليك يا الجملة عندي هشوف الاول بتتناول او بتتعامل مع المعنى ولا الزمن حالة الجملة كويس اترجمها وشوف ايه تكلفيها الافعال هنا شبه بعض يبقى بيلعب عالزمن على طول وده احنا قلناه قبل كده وانا حاكد عليه في فيديوهات كتير لانا بحب اقرر كتير علشان المعلومة توصل عندك قوية ومتنساهاش ابدا كده الافعال شبه بعض يبقى بيلعب عالزمن هبص انتك اللي عندي اوه منذ 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 ايه قارة سنت بيجي قبلها ايه بيجي قبلها مضارع تام مضارع تام بيكون من ايه مضارع تام هب او هاذ تصريف ثالث الفعل هب او هاذ تصريف ثالث الفعل هاذ او هاذ تصريف ثالث الفعل مضارع تام بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وليها اثر في الوقت الحاضر او مازالت مستمرة يبقى سنت سبيج قبلها مضارع تام فين مضارع تام اه ابص كويس افتح عيني انا الحد اقام محلتش الجملة انا ايام نارين مهاري انا مش بيستعجل استعجلش انت كمان انجوي مع السلامة صيني مع الان صفير انت مش تفع معين انجوي ما يبقىش وشي تنزز انجوي هاذ مضارع مستمرة مش نافع معاها هاذ تل انجوي اضطررت ان طبعا مش نافع معاها الماضي من هاذ تلطر اام مش نافع يبقى خلاص كده الحالة الجملة بطريقة سهلة وبسيطة يبقى هاذ انجوي هاذ انجوي اريد تعال ازاي؟ من سنس مفتاحا للجملة بتاعتي سنس يعني ايه؟ منظر لها قاعدة خليبانك طبعا بتعبر عن present perfect بطريقة تام وسنس في ناس بتعمل خلف كتير بينها وبين for وبييقوا وراهم ايه؟ خليبانك هنا سنس دائما بيقوا وراها ماضي بصير سنس بيقوا وراها ماضي بصير بطريقة بتجد انتحان دايما يبقى سنس دامت بيقوا وراها جملة ماضي بصير من ضمن اللي بيقوا وراها بطريقة بطريقة كده احفظ for for بيقوا وراها وانت بغمط an an ز ز رقم او اسم جملة والباقي سنس كده انتحفظتها خلاص لولا تاني يبقى الفرق من سنس و for احفظ بقى for فور بيقوا وراها ايه an ز رقم او اسم جملة والباقي ياخد سنس و خلاص الدنيا دا اتسام لو بصير احمدك مع نصر محمد سعد ok let's move to number 2 حلوة let's move to number 2 when i arrived home my sister has been cleaning had cleaned was cleaned is cleaning three rooms أنا بتكعك شوي على الجرامر علشان في الحاجات الكمفيوزين علشان تعرفت الفن كويس الجملة دي هترجمها كويس هعرف بتلعب على إيه ما بأستعجلش عندي قاعدة فن يعني هادمك it joins two sentences بيطربط بين كملتين بيطربط بين زمانين وخلي بالك وين بيج وراها كل الأزمنة لازم تعرف ده وين بتاخد كله ما بتزعجش حد بيج وراها كل الأزمنة حسب الجملة when عندما I arrived home لما وصلت البيت الجملة هنا في الباس سيفر الماضي البسيط كاما my sister الجملة في الماضي هاختار مضارع تام ما تنفعش معاي مع السلامة قيري مع العصفير هاز بين كليني مضارع تام مستملة مش هتنفع معاي هاد كلين اقول لها هستني شوي ماضي was clean كانت بتنظف ينفع قول كانت بتنظف نفسها بين فعش when I arrived home my sister كانت بتنفعش طبعا باب المنظهول هنا مش هتنفع وهنا is cleaning بتنظف لا مضارع مضارع يجيش مع ماضي هنا يبقى خلاص كده الجملة تحل يبقى هات كلين when I arrived home my sister هات كلين three rooms وين عندما ربطت بين زمانين طب مين يقول لي هات كلين which stands how clean زمانين gorgeous رابو عليكي ماضي تام ماضي تام بيعبر عن اين ماضي تام رابو عليكي الماضي التام بيعبر عن حدث قديم حدث قديم حصل قبل حدث تاني أحدث منه يبقى ماضي التام هو الحدث القديم يبقى فين الحدث اللي حصل الأول هنا طبعا مضافة ثلاث غورة هات كلين يبقى هو وصل كانت أخته خلاص مضافة ثلاث غورة يبقى وين بترضه دين زمانين ماضي بسيط ماضي تام خلاص في أزمان الماضي خلي بالك فيه بعض كرامة اللي هي في أزمان المغارة عشان كده بقولك خلي بالك نزال نزال نحن 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 بشيط في نوع ثلاث ين قد يبقى بشيط سيكون بي هوم tomorrow حسينكم تفكروا شوية yeah it's easy you can answer it bravo excellent bravo عليك he's done to visit مش ركبه خالص he's been gone في هنا الاباستروف اس صلى هاز yeah وراها تصريب تالي تنتعي اختار ايه طبعا وين تشتبه مع السلامة اصري مع العصفير اختار ايه بقى هنا please بان ولا جان وايه فرق منهم who can tell me what is the difference between them yeah يا مصر هو بلترين فعل لا خلي بالك خلي بالك هو هنا بيقول لي he will be home tomorrow يعني هو مش قاعد معايا يبقى مش حدينفع باني he's been has been يعني راح مكان ورجع مني like i can say like i can say i have been to the uca انا مسافرت للملكة الولاد المتحدة الامريكية انا بقى عكرا هو يبقى مش حدينفع معايا لانه هو حيبقى في البيت بكرة مش قاعد معايا يبقى he has gone he has gone زمن مضارعتين has gone يعني ذهب ومجاش لسا اوك اوكي خلي بالك من التكلم let's move to number four the tourist sat by the pool and lost hit appeared faced the sun في التشوز عندي هنا الكلمات مختلفة يبقى بيلعب على المعنى مش على الزمن وقد باهم الحلقة دي اترجم كويس اعرف ايه الكلمة المناسبة واختار الكلمة صحيحة بناءا عالجملة باختار الكلمة اللي تكمل معنى الجملة مش تبوزوا the tourist sat the bus of seat by big war the pool and نصاعم عمل ايه الشمس اكيد واجد الشمس faced appeared ظهر المعنى مش عايزها مش نافع خالص lost مينفعش hit يبقى باديب الكلمة اللي تكمل معنى الجملة مش تبوزوا باكون حافظ الكلمات كويس واحنا قلنا ايه الطريقة ايه او احسن طريقة لحفظ الكلمات احفظ الكلمات عن ظهر القلب ده شيء كويس مش وحش بس اللي افضل من ده انك انت تجيب موضوعات الكتاب اللي عندك كتاب الصفر التالي السنوال جلوها الانجلزية تقرى الموضوع وانت بتقرى بتقراش الكلمات الاول وانت بتقرى if you face ايه كلمة صعبة if you face any difficult word try to look it up حاول تبحث عن معانات الكاموس try to google it اوكي في الكاموسكتير online ابحث عن معاناها زي الطريقة القوية لتخلي الكلمات تبقى عندك حصيل القوية قوية قزاش اوكي great let's move to number 5 the last sentence we haven't traveled by plane by since for last years who can tell me which tense is the sentence the last sentence wonderful wonderful برافو عليكم لا ده انتوا بذكرين كويس انتوا هتخدش الانتحان هتدخل الانتحان هتكسروا الدنيا برافو عليكم يبقى مدرع تاني طبعا الجملة دين في مدرع تاني كويس خالص يبقى هنا بلعب على ايه مدرع تاني وفي عندي لذة ايلانها for بيجو وراها ايه و since بيجو وراها ايه خلي بالك نتركب جولة كويس ونشوف المعنى عايز ايه احنا ما سفرناش بالطيارة سنوات for فور بيجو وراها ان ان زان رقم يا كلمة جمعة اخرها اس بيبقى ثور على طولين ييرز سنوات for بيجو وراها المدة كاملة بدايتها ونهيتها أما since بيجو وراها نقطة بداية الحدث مش نهايته since بيجو وراها نقطة بداية الحدث مش نهايته أما for بيجو وراها اللقشة كاملة بيجو وراها الحدث او مدة زمنية بدايتها ونهيتها اوكي so here i am going to choose for اوكي لاخد استاخد بالك من التأكد دي اتمنى تكون الحالة اعجبتكم نهاردة ياريت اسمع تعليقاتكم واستفساراتكم على قناتي Learn English with Mr.Mohamad Saab تعلم الإنجليزية مع Mr.Mohamad Saab وأشوفكم على خير ببعي ما سلامة موسيقى